يعني واضح أن الطبق السياسي المسؤولين والسياسيين في واد والأمور الواقعية والشارع في وادي آخر على الصعيد السياسي الكل يحاول أن يلقي بالمسؤولية على طرف ما الطرف الآخر يدافع عن نفسه ويعيد الكرة ولكن ما يجري في الشارع اليوم بعيد كل البعد عن هذه التجاذبات يعني كيف نقرأ رد فعل الطبق السياسي على هذه الأوضاع القاتمة للأسف اليوم في لبنان سعى الخير أستاذ مهند لك وللزملاء الكرام يعني لا شك بأن الطبق السياسي أظهرت أو أقله الحكومة الحالية والمنظومة السياسية التي تحميها والتي شكلت هذه الحكومة بدت في واد والناس في واد آخر وبالتالي يعني تجاهل الصرخات ودعوات التحذير من مجاعة قد تعصف بالبلد وخصوصا بالطبقة الفقيرة التي باتت أكثر من نصف الشعب اللبناني يبدو أن تجاهل السلطة لهذه التحذيرات وهذه الصرخات إن فجر في الشارع وإن كان على نطاق واسع في مناطق متعددة لكن ما يحصل اليوم أستاذ مهند في شوارع بيروت وترابلوس والبقاع يعني لن يقتصر على مواقع محددة وأماكن محددة هذا مؤشر إلى اتساع رقعة الاحتجاجات وربما دفع البلد نحو فوضى أمنية لا أحد يستفيد منها إلا إذا كانت هذه الطبقة السياسية مستفيدة من دفع الأمور نحو فوضى لتغطي على إخفاقها على كل الصعود أنا هنا عندما أتحدث عن المنظومة السياسية أستاذ مهند أنا لا أعف في أي من الأطراف السياسية من تبعات ما وصلت إليه الأمور سواء الحكومة السابقة أو الحكومة التي ولدت من رحم الحكومة المستقيلة بمعنى اليوم أن الطبقة السياسية التي شكلت هذه الحكومة وقدمتها إلى الشارع اللبناني على أنها حكومة من الحيديين ومن التكنقراط أثبتت أنها حكومة موظفين بدليل أن القوى السياسية تتصارع اليوم على التعينات وتتصارع على الحصص وتتصارع على المشاريع والسدود التي لا جدوى منها في حين أن الناس تذهب نحو الإفقار الكامل ونحو الجوع الذي سيهدد مصير البلد بشكل واسع